بش بقى المعلم التاني هو بيتكلم على ياسر إبراهيم يا ما تكلمت عن رامي ربيع أنت؟ يا رامي خذ حقه معنا بقاله تراشور وياخد رامي النهاردة ويستاهل رامي عمل مباراة عظيمة ولكن ياسر إبراهيم حلو البداية اللي انت وتقدي ما قدمه رامي ربيع هو أداء عظيم بيكمل على المسيح ما قدمه ياسر إبراهيم هو بالنسبة لي أداء أسطوري رقمياً وتحليلياً وكل شيء بمنتها البساطة أفضل مهاجم في وجهة نظري عن العام المنقضي في أفريقيا كلها وأكثر مهاجم شمولية هو بسوفيان رحيمي بلا شك منتخب أول منتخب أولمبي مجربي وتألق بشدة وتواهق في الأولمبياد وهداف الأولمبياد ولعب على كل المدافعين كل المدافعين في دوري أبطال آسيا ومنهم كل بالي واحد من أغلى المدافعين في العالم واحد من أقوى المهاجمين والأكثر شمولية سواء حركية رأسيات قراط على الأرض بلعب برجل الشمال دعني أقولك رقم قبل ما أقول رح لك لأرقام ياسر ولقطت ياسر الرقم عظيم جدا 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 لكنه ليس عظيما لسوفيان رحيمي أقل أقل لعب لمس الكرة ممن اشتركوا لمدة تسعين دقيقة في هذه المباراة تلاتين مرة تلاتين مرة هو سوفيان رحيم لمس الكرة فقط تلاتين مرة فقط أقل لعيب في الملعب من الأهلي والعين اللعيبة الليل offerings للعب التسعين دقيقة ليس ليس لعب التسعين دقيقة أقل لعيب لعب 90 دقيقة هو سوفيان رحيمي طب ليه؟ عشان قابله أداء غير طبيعي وغير اعتيادي ما قدموش حتى يأسر نفسه في أفضل مستوياته خلينا قولك نسبة الفوز بالالتحامات الثنائية مع سوفيان رحيمي خمسة على خمسة نسبة الاستخلاصات سبعة قدر أنه يعترض الكرة أربع مرات قدر أنه يعمل تاكلينج ناجح تلات مرات قدر أنه يفوز بكل الالتحامات الثنائية عمري ما شفت في حياتي مدافع في حياتي مدافع نسبته في مباراة 100% 100% في كل شيء التحامات أرضية التحامات هوائية خروج بالكرة تمريرات كل شيء 100% تعال روح بقى للقاطتين عشان عاية في الوقت يجري منك لقاطتين ياسر قول عاوز لا بس عاوز أطلب من ياسر بس يطلع سوفيان رحيمي من جيبه عشان الموضوع كده كتير سيجي الرجل ياسر ده أنا أولا أسوأ مباراة في تالسوفيان على مدارة عامية كمل كمل بص الاستباق الراجل النهاردة كان عظيم جدا لأنه مركز وعنده القدرة أنه يستبق ويلتحم طول الوقت في التايمينج الممتاز كمل فريمز أسرع علشان خاطر الوقت بص هنا كريم طول الوقت أكتر لاعب حامي خط دفاع النادي الأهل النهاردة هو ياسر عارف إمتى أنه يقفل الكرة عارف إمتى أنه يعمل تاكلينج عارف إمتى يستخلص بدون فاول عارف إمتى يدخل في التحام السنائي عارف إمتى يرجع الكرة للأهل النهاردة باستخلصات من خط الأول سبع مرات دي الراجل سوفيان رايح علي واحد على واحد في اللي فاتي دي خدها منه بمنتهى البساطة في منطقة خطرة جدا اللي بعده تاكلينج في توقيت عظيم بياخدوا الكرة وبيطلعها بره اللي بعده بدوموا خلف اللي بعده الخروج بالكرة بص هنا بمنتهى البساطة الراجل بص هنا بص هنا الراجل داخل من اللي الرحمة هذا دبابة في مقطورة بتجري وبتشد وراها أي حاجة الراجل داخل معاك ولا بتعمل أي حاجة داخل برضو ياسر وهو في الدية 70 وكان قبلها وقع للإصابة بياخدوا الكرة وبياخدوا الخطوطين قبل لابا كوتجو اللي بعديها نفس القصة لابا كوتجو بياخدها قبل ياسر إبراهيم اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها أنا عارف أن الوقت يجري منك ماشي الفريمز وأنا بقفل فأنت بتتكلم على إن ياسر إبراهيم ما قدمه اليوم ياسر إبراهيم في الكرة دي واللي قبلها واللي بعدها كرات رأسية وأرضية أداء أسطوري من مدافع مصري على أفضل مهاجم أفريقي وأداء أسطوري لياسر نفسه مع النادي الآن الله عليك